اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منفز الشخن بجانبه زر العينات في الأسفل في الأسفل يوجد رمز QR للتنزيل البرنامج وبجانبه يتم تضمين الترخيص الخاص بك أيضا لديها شاشة عالية الدقة في المعدمة يوجد مفتاح دوار حول الشاشة بفضل هذا المفتاح الدوار يمكنك التبديل بين العوائم عندما تريد الاختيار بين العوائم عليك الضغط فعليا على الشاشة عندما تضغط على الشاشة يمكنك انتر ان تتحرك فعليا إلى الأسفل اثنان شاشة عالية الدقة وفضل تصميمها الإلكتروني المتعدم فهو منتج يمكن استخدامه مع برنامج مسبت على الهاتف المحمول أو الجهاز اللاحي بالإضافة إلى ذلك اثنان هو منتج يمكن ان يعمل دون الفاجر الهاتف محمول أو جهاز اللاحي نعم لا تسمعتها بشكل صفي اثنان هو منتج يمكن اجراء مكالمات من انتلغاء نفسه دون الفاجر الهاتف محمول أو جهاز اللاحي وذلك بفضل جهزته وشاشته وجهزة الاستشعار عالية الدقة وهيكا للصوت وينبغي أيضا ان يكون قادرا على اجراء المكالمات سقط عبر الاهتزاز الصوتي الآن دعنا نفكي اثنان فلعيت الشاشة هل سمعت الصوت هذو هاي الأشياء التي ظهرت بفضل الهندسة الإلكترونية العالية عندما تقوم بإدارة المفتاح الدوار حول الشاشة يمكنك التبديل بين العوام عندما تريد اجراء معاملة فقط اضغط على الشاشة دعونا نتحقق من اللغات زي تمت تريد لنلع نظرة على الاشعارات نتاج يمكن ان يعطي اشعارات اما بالصوت او الاهتزاز وسوف تمر عن طريق الضغط على الشاشة بعد الاختار تأتي اوضاع التشغيل على التوالي المؤشر ايوني جهاز استشعار فائع ووضع العرض تحت الارض ساسي في وضع العرض تحت الارض ساسي يتم استخدام المنتج عن طريق الهاتف لكي يعمل هذا الوضع نختار الوضع بالضغط على الشاشة لما تظهر الرسوم المتحركات اللي تراها يتم تشغيل بلوتوث المنتج ويمكنه الاتصال بالهاتف المحمول اذا لم يتم رية هذا الرسوم المتحركة فلن يتمكن المنتج من الاتصال بالهاتف الآن يمكننا استخدامه عبر الهاتف المحمول يتم الضغط على الشاشة عند تشغيل شاشة المسح الضوي تحت الارض ساسي ويتم تنشيط شاشة المسح تحت الارض ساسي نتاج اثناء ظهور هذا الرسوم المتحركة على الشاشة يتم تشغيل بلوتوث نظرا لان بلوتوث يعمل عندما يكون على هادو الشاشة فلا يمكنه الاتصال بالهاتف المحمول اللي عندما يكون على هادو الشاشة اذا لم تكن هادو الشاشة مفتوحة فلن يتمكن المنتج من الاتصال بالهاتف المحمول قبل ان ننتقل الى الاستخدام دعنا نفخص برنامج اربعة وهو برنامج التصوير سلاسي الابعاد ساسي الابعاد من الجيل الجديد وحتى برنامج التصوير تحت الارض رباعي الابعاد لهذا دعونا نضع ثنان جانبه ونخذ هاتفنا المحمول دعونا اعتبش هناك ثلاثة اوضاع في البرنامج هائلات الموشش التصوير المباشر تحت الارض تصوير ثنانه ثلاثة واربعة للفصول على تفصيل البرنامج يمكنك ان نقر فوق الزر اي نقط فيديو لفتح يشرح البرنامج بالتفصيل والان بعد ان تعرفنا على البرنامج فلنبدأ باستخدام الموشش الموجود في البرنامج للأيام بذلك نقوم اولا باجراء اتصال بلوتوس عن طريق الضغط على اي اونة بلوتوس ثمنا ضغط على اي اونة الموشش يمكننا اعادة التعيين باستخدام هذا الرمز على شاشة الموشش اللي تستخدم مع الاسهم يمكننا ضبط الفساسية او يمكننا تشغيل اي اف الصوت من خلال علامة السماعة الموجودة على اليمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الموشش الذي يستخدم استشعر مياه 6 درجة للمونتاج انه عمل من عمالنا يمكنه اختارك بسرية بالادراك الايجابي والسلبي على الشاشة ويمكنه ايضا تختارك بالادراك الايجابي والسلبي لفظية بنغامات صوتية مختلفة اين يستخدم الموشش؟ الموشش المناطق الصخرية المناطق الضيئة او المناطق المفتوحة اللي تحتاج المساح السرية الموشش وما هي ميزته في الاستخدام؟ الموشش انت في الميدان؟ بسرية ما تفعله في صورة ثلاثة وهو مصمم لتاحة الفرصة لابداء التعليقات في عمليات الفحص السريح بفضل قدرته على اظهار التصور الايجابي والسلبي في نفس الوقت عليقاتكم على الصورة يمنحك الموشش أيضاً للفرصة لإجراء عمليات مساح سريعة في هذا المجال هذا هو الغلط الأساسي من التصميم على سبيل المثال اثناء المشي في منطقة في الحقل اذا كنت تدر دائماً ادراكاً ايجابي عالية وادراكاً سربي عالية في نفس النقطة وإذا كان الإدراك يحدث بطريقة ماصلة في هذا المحلة في كل مرة التمر فيها فيمكنك التعليق بأنه قدي يكون هناك دليل هنا السبب وراء قدرتك على الأيام بذلك هو إنه يمكنك رأيت ارتفاع قيمة الكشف وفهم الإيجابية والسربية بشكل منفصل في النظام وبشكل مرئي أو إذا رأيت إدراكاً متوسط المستو في منطقة معينة ضمن منطقة معينة مثلاً ضمن مساحة متلين أو سلاسة وإذا كنت رأيت هذا الإدراك في كل مرة التمر بها يمكنك التعليق بأنه قدي يكون هناك مبنى أو قبر هنا السبب وراء قيمة بهذا التعليق هو إنه يمكنك رأيت مستو الإدراك ورأيت إن الإدراك إيجابي يمكنني نهاء المباشر والانتقال إلى وضع التصفح المباشر لأن أمت تشغيل وضع الفحص المباشر بالضغط على قونة الفحص المباشر نرشاشة المساح المباشر يوجد في أسفل هذا الشاشة ثلاثة هناك إيقونة ومن بين هذا أعادة التعيين على اليسار وسط العمل والبدء والتوقف والآخر الموجود على اليمين هو رمز الانتقال من السنان إلى الثلاثة نضغط على إيقونة التصفح المباشر تظهر شاشة المساح المباشر لبدء التصوير نغط على زر السهم في الأسفل ونبدأ في أطلق النار عندما نريد أعادة الضبط إثناء التصوير يمكننا لإيام بذلك عن طريق الضغط على زر أعادة الضبط الموجود على اليسار ماذا يفعل المساح المباشر؟ يستخدم التصفح المباشر مستشعر فايا من خلال المساح المباشر يمكنك رئية الاكتشفات الإيجابية والسلبية مباشرة على الشاشة في شكل إثنان أو ثلاثة وبهذا الطريقة يمكنك متابعة قبعات الإدراك في منطقة ما مباشرة على الشاشة إثناء المشي اعتماد على ما إذا كان الإدراك إيجابياً سلبية يمكنك الحصول على معلومات حول نوع الكائن وشكله لا يتم تسجيل الآطات الملطاطة في هذا الوضع للعرض تحت الأرض سنانو ساسة وأربعة نضغط على الرمز المقابل يتم معرض الصفحة اللي تم فيها تعيين المنطقة اللي تسنصور فيها هنا يتم ضبط أدادات المنطقة المراد تصويرها باستخدام ستة إيقونة إيقونة الدليل في جزء العلوي الأيسر يتم تعيين إن العينات الموجودة في اللقطة سيتم أخذها يدوية يدوية أو إن المنتج نفسه سيتم أخذه تلقائية في فترة زمنية معينة بمجرد للضغط عليه يقوم تلقائية بأخذ عينات المنتج في لالفترة زمنية معينة عندما نضغط يدوي نوم بأخذ العينات بالضغط على الزج الزر للسان من اليسار هو الإيقونة اللي تنحدد فيها مع إذا كانت عملية التصوير ستبدأ من الزاوية اليسر السفرية وتستمر إلى اليمين أو تبدأ من اليمين وتستمر إلى اليسار عندما نضغط عليه يبدأ من جانب الأيمن ويستمر إلى اليسار في المرة التالية اللي تنضغط فيه عليه يبدأ من اليسار ويستمر إلى اليمين العيونة السلسة من اليسار هي تم تعين ان يتم اخذ العينات بطريقة متعرجة او متوازية اداء متعرجة يعني في كل طريق عند انتهاء الرفلة وعبول الطريق الاخر يتم اخذ العين بالعودة هي طريقة التصوير الموازي يعني انه عندما ينتهك المسار يعود للبداية مرة اخر والطريقة الاخر هي طريقة التصوير حيث تدمعملية اخذ العينات بدا من البداية العيونة الموجودة فيه على اليمين هي العيونة التي تم فيها ضبط عرض منطقة التصوير كل ما زاد عرض منطقة التصوير كل ما كان من الضروري تعديلها هنا بالسنتيمتر العيونة الثانية من اليمين هي عيونة طول منطقة التصوير مهما كانت منطقة التصوير الخاصة بكو طولة يجب ضبطها هنا بالسنتيمتر وفي الاسفل توجد العيونة التي تنسميها مسافر خطوة وهي المسافة التي تسترك بين عينتين من خلال النقر هنا يمكنك ضبط المدة اللي تستغرق على الفاصل الزمني لخطواتك عندما نضغط على زر موافع بالأسفل نخبرك بأننا جاهزون لتمام التعديلات وبدو التصوير نضغط موافع قبلنا تظهر شاشة تصوير هناك أربعة رموز على واحد إدناء على شاشة تصوير العيقونة إدناء هي كما تتخيل زر بدو التصوير هو الرمز رموز على هي على التوالي الاستفاء الموجود على اليسار والعيقونة اللي تجانبه تضحقيه من الكشف والعيقونة اللي تجانبه تضحقيه من الكشف العيقونة اللي تضح العماء هي العيقونة الموجودة في أصر يمين وهي عيقونة تعديل لون الخلفية يمكنك ضبط لون الخلفية بين العبيض والأسود بالضغط على هذا العيقونة لنبدأ التصوير بالضغط على عيقونة بدو التصوير إدناء وفع للأعدادات الأولى اللي تقنى بها سيبدأ التصوير من أسفل اليسار سيحدث فينا ما تنتعرش سيتم تعيين ثلاثماء إلى ثلاثماء مساس خطوطنا ثلاثون سنتيمتر محور نعكس هو ثلاثماء المحور الجانبي لدينا هو ثلاثماء ومسافة خطوطنا هي ثلاثين، ستين، تسعين، ثلاثين سنتيمتر كما حددنا للتقاط صورتنا يمكننا الضغط على اليقونة إدناء كما ترون بفول الرمز اللي على شكل سهم عند بدو التصوير الرمز أخذ العينات الآن عندما نضغط على هذا الزر سنخذ مثالا بعد أخذ كل عيناه سوف تتقدم ساسين بوصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 بعد انتهاء التصوير دعونا نفعل شرح الغرض من الرموز يوجد الآن سلسة الرموز في الأسفل مجلسي 1x هو للتسجيل ويستخدم موافد الأوسط للإنتقل الثانسة ويستخدم موافد الأيمن للإنتقل أربعة اضغط على سجل وضغط على عندما نعطي اسم عندما نأول foarteares الآن تم حفظeども اللغطة الآن عندما ضغطنا على هذا الرمز أم بالإنتقل الثانسة فيي المرة التالية التي نضغط عليها أم بالإنتقل الثانسة عندما نضغط على واحد على اليمين المنتج اللي متبقي يزهر لك اطلاق النار في أربعة إذا ضغطنا على الرمز فيه المنتصف مرة أخر فسيظهر فيه سلاسة دعونا نفخص الرموز على دعونا نجعل اطلاق النار في سلاسة لفهمة جيدة عندما ندخل فيه أنواع الاستفاء يمكنك هنا تفديد الاستفاء لازل تريده باختيار خطي عندما نمس الشاشة نوع الاستفاء هو الآن خطي كما يمكن تنيره فالنوع الاستفاء تمكننا من عداده عندما نضغط على هذا الرمز ظهرت الشبكات وبدت بعض الشخصيات في ظهور تستند هذا العقام اللي عندما نضغط على هذا الرمز يعبر عن أيام الإدراك أينما كانت المنطقة المتصورة يمكننا أن ننظر إلى الأيام فوقها هنا على سبيل المثال هناك تصورنا استاسين زايد ساسين عندما نضغط على الأيونة المجاورة بدا من أيام الكشف المتبقية يظهر للعمر كما يتضعف هناك تصورات من سلسين سنتيمترا وتصورات من معا وخمسة وعشرين سنتيمترا في هذا الفيديو واحد واثنان أي واحد واثنان حاول التعديم اتمنى تكونوا دا حبط ذلك سامحنا إذا نزلنا ترجمة نانسي قنقر